يعني لو عايز تتكلم على ضربات جزاء فجالك منها أربعة بواقع اتنين لكل فريق لو عايز تتكلم على بطاقات صفراء فجالك كتير قوي لكل فريق لو عايز تتكلم على بطاقات حمراء فجالك بطاقة حمراء لكل فريق لو عايز تتكلم على أهداف فجالك خمس أهداف بواقع ثلاثة للزمالك واثنين للمصر البور سعيدي لو عايز تتكلم على قرارات جدلية فموجودة لو عايز تتكلم على إجوال حلوة قوي فبرضه كانت موجودة لو عايز تتكلم على فريق بيلعب للدية الأخيرة من زمن المباراة فده عندك لو عايز تتكلم على فريق بيبدأ المباراة بهدف في أول كم ثانية منه فبرضه كان موجود في المباراة النهاردة كل تفاصيل مباراة مسيرة تبقى بتتمناها اتجمعت النهاردة في لقاء واحد مدته 96 دية فاز به في النهاية الزمالك على المصري البور سعيدي بنتيجة 3-2 مباراة طليق بقمة مباريات الدوري المصري الممتاز جمعت ما بين المتصدر الزمالك والمصري البور سعيدي الثالث مباراة بطليق بعدد من النجوم لعبوا النهاردة مباراة أمتعت الكل لو كانت انتهت بأي نتيجة ما كنت شادرت تقول انه في واحد تظلم على حساب الثاني على مستوى الكورة اللي تقدمت على مستوى مديرين فنيين ولاعبين قدموا مباراة فعلا فعلا حلوة بتحلي الدور المصري المجنون المسير في كل تفاصيله عشان يبقى فوز تاني على التوالي للزمالك بعد الدية 90 سجل في المباراة الماضية الزمالك في مرمى طلاقع الجيش في الدية 95 والنهاردة بيسجل في الدية 96 علشان يوصل رصيده لـ 54 نقطة بفارق 13 نقطة عن الأهلي ولكن للأهلي خمس مباريات أقل من الزمالك إذا فاز بهم بيرتقي القمة بفارق نقطتين عن الزمالك ولكن دي النقطة للزمالك بيركز عليها دلوقتي طول ما الأهلي مش معانا طول ما الأهلي مشغول بحاجات غيرنا نلم نقاط ونضغط عليه لأنه هو كده كده ممكن يجي لنا واخد بطولات فعلى أقل نكون حاطين عليه ضغط مباراة النهاردة شفناها تعالي نتكلم عن تفاصيلها واحدة واحدة لأن فيها قرارات جدلية كتيرة تحكمية كتيرة قوي ما بين بطاقة حمرة هنا وبطاقة حمرة هنا سواء لأحمد رفعت في المصري طريق حامد في الزمالك ضربتين جزاء من لمستين يد على الزمالك لصالح المصري تقلق محمد عواد في صد واحدة يمين واحدة شمال ضربتين جزاء للزمالك في مرمى المصري تقلق دعذور في واحدة صدها وفي الثانية كان هيصدها عشان يزود من إثارة المباراة ودي نقطة تانية من نقاط الإثارة في اللقاء إن حتى الكورة اللي دخلت تفصل ما بين الفريقين كاد دعذور يرفضها علشان يخلص المباراة 2-2 ولكن زيزو قوة تصوبته هي اللي حسمت النقاط الثلاث للزمالك خلت المصري بورس عيدي يتوقف رصيده عند 39 نقطة وكلا الفريقين لعب 24 مباراة كاملة هو نفس عدد المباريات اللي اتلعبت في الدوري حتى الآن أو عدد الجولات الجولة 24 انطلقت النهار ده كان قبلها المقصة بيلتقي مع الإسماعيلي وانتصر الدرويش بهدفين مقابل هدف واحد